اشتركوا في القناة وفي ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات العدد عشرين فهتف الشعب وضربوا بالابواق وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعل الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه واخذوا المدينة يشوع القائد اللي استلم مكانت نبي الله موسى هو اللي قاد الشعب للدخول الى ارض الموعد اريحة كانت مدينة حصينة بالاسوار العالية لكن بنفس الوقت كانت فيها شر بسبب عدم معرفتهم للالله الحقيقي وبنشوفهم نقرأ من خلال الاحداث انه انه هم عرفوا هم كانوا سمعين بالرب بيهوة لكن رفضوا الايمان به هم اعتمدوا على الاسوار العالية تعرف انه هاليوم بعالمنا اكو اسوار كبيرة وعالية ضد معرفة الله الحقيقي ضد معرفة الله اللي بيعلمنا به الكتاب المقدس اذا نرجع للتاريخ القريب بنشوف فيها اسوار سقطت مثل سور برلين المعروف انه هو كان دا يفصل وكان دا يمنع ايضا وصول رسالة المسيح للعالم وبعدين بنشوف السور الثاني هو السور الاتحاد السوفيتي الشوعية اللي كانت فعلا ترفض وتمنع دخول المسيحية الى الاراضيها هاليوم بنشوف فيه كنائس عظيمة بروسيا وبالمانيا بسبب سقوط الاسوار اللي كانت موجودة طبعا بوقتنا هذا في اسوار ثانية تعتبر او تبين انه هي عظيمة لكن اقدر اقول انه بدت تهتز وفيه حجارات بتسقط من هذه الاسوار الاسوار هاي تمنع وصول رسالة المسيح للعالم سور اريحة سقط بصوت البوق والهتافات والهتافات هي بتعبر عن التسبيح والايمان الايمان كان الى دور مهم جدا وهي كانت تعليمات الله ليشوق ومن خلاله للشعب وبهالطريقة نتوقع في الاسوار الموجودة بحياتنا ايضا تقدر توقع بوقت اللي بنسبح للرب وبنعلن ايماننا بيه وبيدخل الله نصلي مناجه الاسوار موجودة في العالم اللي بتمنع ايضا رسالة المسيح انه توصل للناس محتاجين نشوف في اسوار ضد معرفة المسيح توقع كلها بنعمة الرب صلي ويايا خلينا نصلي ونهتف للرب ضد هذه الاسوار والرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة